الجزائر تستنجد بالأمم المتحدة من أجل وقف مناورات عسكرية مغربية قرب تندوف بالصحراء ومسؤول جزائري يعبر عن قلق نظام العسكر الجزائري وخوفه بسبب قرب انطلاق مناورات وبالخصوص المناورات التي ستجرى في أرض الصحراء بمنطقة المحبس قرب تندوف المحتلة حيث دعى رئيس حزب عركة البناء الوطني في الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش بالتدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف إجراء هذه المناورات العسكرية المغربية في أرض الصحراء التي يعتبرها أرضا ليست مغربية حسب زعم الكبرانات مسيرا بأن إجراء مناورات مغربية عسكرية في الصحراء تحت غطاء الأسد الإفريقي واعتداء صارخ وغير مشروع على مناطق سيادية تابع للصحراء الغربية حسب زعمه داعيا الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيقاف المغرب بدعوى أنها تتعارض مع مسعى تقرير المصير ويعتبر إجراء مناورات عسكرية كالأسد الإفريقي الضخمة على الأراضي الصحراوية المغربية وبالخصوص في منطقة المحبس على مقربة من العدود الجزائرية مبعث قلق سنوي للجزائر كما أنها تثير غضب وخوف النظام الجزائري الذي يبقى من أبرز الداعمين لميليشيات البوليساريو بينما تشكل هذه المناورات العسكرية تأكيدا مغربيا سنويا على سيادة المملكة المغربية على الصحراء ولسيما بأن هذه المناورات تسعد مساركة فرق عسكرية من مختلف بقع العالم وأعربت الجزائر في الفترة الماضية عن سعيها لزيادة التداريب العسكرية لفائدة جيشها على طول الحدود مع المغرب وذلك نظرا لعدم ثقتها في المغرب وفي هذا السياق قالت صحيفة لابروفينسيا الإسبانيا أن صفقة التسليحة التي صادقت عليها إدارة بايدا لصالح المغرب في السنوات الأخيرة كانت مواجهة لتدعم الترسال العسكري المغربية لمواجهة التعديدات التي تخلقها جبت البوليساريو مما يشير إلى وجود دعم عسكري أمريكي كبير للمغرب في قضية الصحراء وأضاف المصدر الذاته أن الصفقة العسكري الأخيرة التي وافقت عليها واشنطن لصالح المغرب تتعلق بمنظومة صواريخ جافلين وتتضمن 612 قذيفة من نوع FGM-148F من طراز جافلين ومئتان وحدة إطلاق إضافة إلى العديد من المعدات العسكري الأخرى المرتبطة بهذا النظام الصاروخي وهي موجهة للاستخدام ضد جبت البوليساريو بالصحراء